السلام عليكم ورحبا بكم جديد على قناتي وقناتكم وقناة سادية وان شاء الله تكونوا بألف خير الوصفة اليوم صراحة جت معطلة بزاف ولكن قلت قسموا معكم وجت سلو السفوف بطريقة ديالي صراحة كتجي طريقة ليزوينة بزاف بدون عدب وكذلك المكون اللي غنضيف فيها ما غنضيفش تقيق الابيض غنصيب سلو صحي كلو بدون سكر وكذلك غنخلطو بزيت الزيتون المهم غنوريكم جميع المكونات والطور والطريقة اللي كاندير لي غي يعجبكم بزاف لانو كي يجيخ فيه وما كي يجيش تقيل بحل اللي كانصيبوه بالدقيق وإذا بغيتوا تكشفوا الطريقة بقوا معايا حتى نها بسم الله على بركة الله غنقدم لكم المقادر غنحتاج كما كتشوفو كيلو ديال اللوز اللي عزلت منو شوية كي بليكم في الزلافة تقريبا زلافة صغيرة اللي حيت من هذا كيلو ديال اللوز محمرة بطبيعة الحال هنا كيلو ديال الكاوكاو اللي كذلك حمرته قشرته غير شوية ما حيتش لي هالقشرة كله بقي شوية بقشرة دياله هنا واحد كيلو ديال زنجلان اللي تهوى محمرة وكذلك مغسول ومنقية المهمة عندش ما بيش نتقاس معاكم اللوز اللي مهمة راه نقية ومغسول ومحمرة عزلت منو شوية وغنحتاج كذلك الرابعة ديال اللوز اللي تهوى نقيت وحمرته وغنحتاج كذلك خمسين جرام ديال لحبة حلاوة ولي حبوب اليانسون اللي تهوى محمرة غيشي شو يردو معاها البال لانو مضغيكا يتحمرو عند شوية ديال اللوز اللي عزلت من داك كيلو ديال اللوز اللي قليته في الزيت تقدرو ايضا تحمروه مئة وعشرين جرام ديال زريكت لكتان وما كان حمرها شالبنات غير كندفيها شوية ولا كان سخنها شوية وغنحتاج كذلك خمسين جرام ديال حبوب النافع اللي حمرتهم تهوى ما شوية فالفران هنا الاضاءة راه فشكل داك شلج ما كيبانوش ليل العناصر هم حمرين هنا ملعقة كبيرة ديال القرفة اللي مطحونة وكذلك الملح وهنا مئة وعشرين جرام ديال الزبدة المدابة اللي ساها يعني يدوب تهم زيان حتى يعني تبخى ذاك المال اللي فيها وذاك اللبن تحيل من هاداك اللبن وهنا زيت الزيت هون ونصف كيلو ديال العسل انا درت العسل الحور تقدرو تدير اي نوع ديال العسل ولا تقدرو تديرو السكر غلاسي والعسل كيما قلت لكم انا غنقدمو هادس اللو غنقدمو لكم طريقة صحية وغنخلطو عواد دقيق غنستعمل القوفيو اللي كيتسمى دقيق ديال درا يعني محمرة درا محمرة مطحونة كيما كتشوفو كيجي صحية وفي كل باكية فيها تقريبا تسعمية جرام تمن ديال هاتما اللي هو مزيان إلا جيتو كتقارنو داك العادة بديل ديال الطقيق العادي وهذا الكتجي هي هادي كل باكية كيكون فيها تسعمية جرام ره معروفة عن الناس ديال الجنوب ديال المغرب وكذلك الجنوب الشرقي نمرو يعني للطريقة بالنسبة للطريقة غنطحن انا في هاد الهاشوار تقدرون انتو مددوه عند العبطار وطحنو جميع المكونات ديالكو بلا ما تعدبوه بلا تحاجة اذا هناكي ماشتو اخديت هادك اللوز كامل كيلو ديال اللوز درتو في هاد الهاشوار راه انا هاد الهاشوار عندي راهو كبير ماشي داك الهاشوار الصغير وكنطحن فيه صراحة انا مكنطحنوش بزاف حتى يخرج منودك الزيت ديالو ويجي معلك الليال بناس انا كنخلي شوية يعني كيشي شوية مهرمش ولكي ماشي ديك الباييني لحبيبة ديالو حاولت نقربو لي كل الكاميرا ماشي بلكم نفس الشيء الباقية للعناصر غنمرو الكوكاو او ما يسمى بالفوز السوداني اذا هو كيما كنت لكم حمرت وقشرت شوية منه فقط وحيت هادك القشرة نبقى ليا داك النص الاخور راه بالقشرة ديالو غنط حنته هو فهاد الهاشوار كيما كتوفو معايا راه ما كيشي مطحون بزاف ومعجل كيجي يعني الحبيبات ديالو رقاق مزيان ومهرمش باش كيجي داك كيحت واحد المدق قزوين في سلو وبنسبة المكون تاني اللي هو زنجلان كيما كتلكم انا راه بغسور راه منقي ومحمر راه الدبالكم معاه راه زنجلان ليا دازلي الطعمار كيجي كيعطي واحد المدق اللي هو مرخيم تا هو طحنته يا لبنات كيما شتو وحصلت على هاد الخاليط اللي كيجي ازوي بنسبة الهنا الإلان غنطحنوا فهاد طحانة لان ديكت داك لها شوار ضروري كونو كيميات ليهو مكبع حاولوا إلان للبنات يكون طحون مزيان وتغربلوه عضيفوه لهدوك المكونات بنسبة البقية غنخلط الحبة حلاوة مع النافر وغنطحنهم شوية مع بعضياتهم كيما كتشوفوه حتى كنحس بيهم ما راهم اتطحنوا وغنطحن ليهم ديك زريحت لكتان باش يشوني يعني يعني اتطحنوا بدقة واحدة واضطحنوا مع بعضياتهم لان الطحان اللي كتدر فيها كمية قلال ما كتتحن ليكم هادوك المكونات هنا من مورا ما اتطحن را كنغربلوه يا لبنات تاني وكنضيفوه على بقية المكونات اذا هنا را هج اضطفت جميع المكونات اللي شتو وضرتهم في هاد الاناء اللي هو كبير باش يهزليا هاد الكمية ديات اللو غنضيف القوفيو كيما شتو هنضيفوه الباكية اللولة اللي فيها 900 قرام لاني غنستعمل جوجوه باكية باكية ونصد قريبا يعني كتر من نصف الباكية التانية بالنسبة لهنا كيما شتو را كنغربلو باش يسهل علي ندمجوه مع باقية المكونات درت الباكية اللولة كاملة ندوزو الباكية التانية را درت قريبا كتر من نصف الباكية التانية المهم الجوعي يا لبنات را كنستعملو كيلو ونص ديال القوفيو كيلو ونص هاد القوفي يا لبنات كيخلي سلو ديالكم كيجي خفيف خفيف بزاف ما كيجي شتقيل انا صراحة من هاجر رتوب هاد القوفيو را كيجي واحد الخفف هاد سلو اه ما عاش كيفاش غنشرح لكم ولكن دقيق من اللي كتحمروه وكدفوه في سلو كيف ما بيكون نوع ديالو را كيخلي سلو يكون بقيل هاد اللي كيجي صراحة كيخلي سلو ديالكم يكون خفيف بزاف اه ضفت القرفة وضفت قبزة ملح كيين اللي غايتعجب صراحة جي الملحة شوية غريبة ويوالله يا لبنات عجربوها را كتخلي سلو بنين بنين بزاف اه هنا ضفت العسل وضفت هذه الزبدة ضفت نصف كيلو كامل ديال العسل وجهتني الحلوهية هادي ايلا بغيت انتم اضيفوا اكتر ضيفو بيتو تعودوا بهذا يعني دروح لخالي ديال السكر غلاسي مع العسل غدلو 300 جرام ديال العسل مع الرابعة قريبا ديال بودرة السكر ولا سكر غلاسي طف من بعد ما خلط هاتوك المكونات ودمشت الزبدة مع العسل و هاتوك المكونات كامل مع بعضياتهم اغام قا نضيف زيت الزيتون بشكل تدريجي اردو بلكم اللبنات اعنا زيت الزيتون انا ستعمل زيت الزيتون الحرة اللي المادا قديالها زوين وحلو ماشي مرة باش ما تخسرش ليا سلو اذا اللي نضفت سلو انا ما كنخليش هي البنات يكون مزيت بزاف كي نجي كنخليع واحد الكيمياء اللي هي مزيانة اذا كما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي صراحة البنات دياله لا تقاوم وتبع معي هات المراحل وجربوه مرة اخرى بالقوفيو انا متأكدة انكم مع عمركم ما زل غتصيبوه باي نوع من الدقيق ولا باي نوع اخر يعني اي حاجة اخرى غتبقوا تصيبوه ديما بالقوفيو انا سبع سنوات وانا كنصيبو بهاد القوفيو ولا دقيق مطرع تمان ديالها مناسب جدا البنات وما غالش انتمنا صراحة الوصفة دياله متعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم كماشتو سلو دياله رمقوه مكلو صحي هنحاول وريكم كيفاش كي يجي انا كنخليش وياناشف ما كنخليش يكون مزيز كتفضلو يكون مزيز اضافوا لي كميات ليهما كتر ولا خدوا داك اللوز مع الكوكاو طحنوه عند العطار ولا هادوك اللي كي طحنوه ااملو ولا كي استخرجوا الزيت عندهم واحدة الرحل كي يكون صغير وكي يطحن هاداك اللوز كي حاول يعني كيولي داك اللوز كيتلق الزيت دياله وكيجي بحال ااملو حاولو تخلو سلو ديالكم بهادك الزيت نيت ولا هادوك المكونات منه وضيفوا لي واحد شوية ديال الزيت ولا الزبدة اتمنى الوصفة ديالي ومتعجبكم وتنالي استحسان ديركم وصلت النهاية ديالفيديو نخليكم الى فرصة والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتعليق زويد